وش حالو انت تتضرب تمارا وش حالو انت كتتصور الفيديوهات واليوم وغدا وانت للحلم ديالك او الهدف ديالك انك تجمع عشرة دولار عيتي ما تقاتل باش انك تجمع عشرة دولار يعني صعب عليك الامر باش انك تجمع عشرة دولار اسهل وابسط طريقة باش تجمع عشرة دولار وبنفسك بحدك بدون مساعدة من احد وفي قطوات بسيطة وفي توانم فقط انكم دلوا لايك للفيديو كملوا الفيديو الى النهاية الاكتئة او المرة كتشاهد قناة خالدوتيب اشترك في القناة السلام عليكم اصدقائي الاعزاء الافية متابعي قناة خالدوتيب مرحبا بكم معنا في فيديو جديد كنتم ان تكونوا كمين بخير وعلى خير وبصحة جيدة تحقيق عشرة دولار اصدقائي او الشرط عشرة دولار من اصعب اه الشروط وخل يوتيوب ما كيعتبروه الشرط ولكن عندو اهمية كبيرة علاش لانه من بعد ما كتفعل لك القناة كيبقى عندك واحد العقابة انك تجمع عشرة دولار او لمية درم مغربية يعني ضروري انك تحقق هذا الشرط علاش لانه منيك تحققه من بعد منو كي تفتح لك واحد البيبان بزاف كيبا كنقوله باش انك تكمل الاطنزيالك وبدو تخلص من القناة ديالك من بين هاد الامور اللي كتفتح لك انك مباشرة من بعد ما كتكمل عشرة دولار انك كتولي مطالب باتبات الهوية بالبطاقة الوطنية ومن بعد من ما كتدير اتبات الهوية كيقوموا بارسال اليك البيان كود ويعني مثلا حتى منيك تجمع عشرة دولار كيطلبون منك باش انك تضيف V 101 بنكي يعني هاد الامور هادي مهمة وبدو البيان كود ميمكن لك تربح من القناة ديلك وبدون عشرة دولار ميمكن لك ش يثيرك القناة ديالك وما يمكن لكش دير الاتبات الهوية لهذا عشرة دولار عنده اهمية كبيرة ولكن ما عندهاش واحد لمدة محدودة هذا هو الذي يخلي القنوات كيعاني واحد المدة وهما يتقاتلوا مع القناة ديالهم باش يجمعو ديك عشرة دولار يعني مثلا شرط سويع عنده واحد المدة. اه الشرط ديال بنكرسلو الكلبين كود عنده واحد المدة. ولكن الشرط عشرة دولار ما عندهش مدة. يمكن لك جمحته في خمسة سنين ما عندك ما عندكش المشكل. ولكن انا ميمكن ليش باش نشمع على ذي كمية دربنا بقى واحد عام ولا عامين ولا شهرين ولا تلت شهور. انا بغي نشمعها بسهولة ما وبسرعة. شنو غادي ندير. هو هد شي اللي درنا عليه هاد فيديو كامل. غادي يا اصدقاء عنه لكم طريقة سهلة هي انني غادي نقوم بتحويل المال او الاموال او هاد عشرة دولار او لا لا بغيت نصيفة عشرين دولار ولا شحل ما بغيت نصيفة الراسي. يعني عن طريق ميزة السيبرشات او لميزة شكرا او لا تشكرات. يعني هاد جوجد الميزات يعني سواء انفكت في اي دولة شحل ما قد يقول يلا رعا في المغرب كده مكاين لا في المغرب ولا يعني مش حال رجعت متاحة ميزة سيبرشات وتشكرات ويمكن لنا نرسله يعني عن طريق ميزة تشكرات من فيديو عندي في القناة او لا من اللايفات عن طريق ميزة السيبرشات يعني هاد جوجد ميزات غادي ننكلي نصيفة الفلوس الراسي وننقص على راسي تمارا وننقص على راسي بزاف دياله هويش. ولكن بشروط ماشي اي واحد يمكن له يصيفة الراسه يعني ضروري بس تصيفة راسك خاصة تكون عندك بعض الشروط في ذاك الحساب ديالك اللي غادي تصيفة به ولكن ارد بالك عندك تصيفة من الحساب البنكي الخاص بك اللي فيه الاسم ديالك الشخصي والاسم ديالك العائلي واللي غادي يتربطه مع الانصص لانه يقدر يوقع لك مشكل من بعد ولا شي حاجة لهذا كنت جنبوا هذه مسألة حاول ان الاخ ديالك العم ديالك صديقك في اوروبا في المغرب اي دولة انه يدخل يشاهد لك فيديو ويرسل مع هذا المبلغ ديال مية درهم اولا ميتين درهم اولا مية وخمسين درهم اولا ولكن الافضل انني اللوح العدد مضاعف يعني متلا باش نجمعنا ذك عشر دولار على الاقل قصني اللوح واحد مية وخمسين درهم مية وسبعين درهم والافضل انني اندوز ميتين درهم لانه كيتم يعني اقتطاع جزء منها لصالح اليوتيوب وكتبقى لك انتال باركة الاخرى مهم اصدقاء الطريقة بسيطة للغاية هي اللي غادي نودع لكم في هات الفيديو يعني باش نوريكم الامر بشكل عملي كيفاش انكم تقوموا بالدفع على راسكم مثلا هاتي قنات انا قمت بالدفع لها ميزة ديال عشرة دولار يعني بطريقة سهلة يعني دوزت لها المبلغ بسهولة تامة غادي نبشين دخول نكليكي على فيديو عندها عادي يعني كما انه اي واحد كيشاهد فيديو حتى انا غادي نشاهد لها فيديو من الفيديوهات وغادي نبشي اندوز لها المبلغ ديال عشرة دولار من بعدها اصدقاء كنجي لهاد الفيديو كما كتشاهدو كلكليكي هنا يا عندي واحد ثلاثة نقاط يعني من بعد غادي نلقى هنا يا واحد الميزة هاي كما كتشاهدو واحد القريب وفيه على ما ديالك دولار وحده شكرا بالنسبة للناس اللي عندهم الهاتف راح تبليه ملتحت ميزة شكرا متاحة انفوكي نكليكي لهاك يقول لك ارسال صورة سيبير تينكس الى قناة كوتي عندي هنا يا المبلغ عشرين درهام بغيت المبلغ انزيد الاكتر يعني نزيد نضاعفه يعني عندي خمسين درهام عندي مئة درهام مئة وخمسين درهام كحد اقصى يعني خمسة الاف درهام ونصف مليون انا هاد سيدة غادي ندوز لها مئتين درهام غادي ندوز لها مئتين درهام غادي نختار مئتين درهام وغادي نكليكي الى الشراء والارسال ولكن ردوا بالكم ردوا بعض المعلومات خسكم الدخلها واللي هي معلومات مهمة شتنا هي هذه المعلومات كالاسم الشخصي ديالكم والعنوان السكن ديالكم والرمز البريدي ديالكم واسم المدينة ديالكم. هنا اياة في هؤمية درهام يعني اه غادي ندوز لها الهات القناة هذه بكما كتلكم قناة سكوتي اضافة طريقة دفع. غادي نكليكينا على اضافة بطاقة ايتمان او بطاقة ساحب ايلي كيما كتلكم اما ساحب ايلي او لبطاقة ايتمان. غادي نكليكيهنيا على رقم البطاقة جميع الحقوق مطلوبة. هنا غادي ندير البطاقة ديالي. يعني عندها واحدة الكود كيكون في البطاقة. غادي نحاولو اننا نكتبوه باش انه يعني اندوزو المرحلة الموالية. من بدء اصدقاء انا غادي ندوز هاد المرحلة هادي. غادي ندوزو المرحلة اللي منبورها هي انني غادي ندير تاريخ الصلاحية. لي هو نهار مشي نهار عفوا الشهر والسنة. من بعد غادي ندير رمز الامان. هذا رمز الامان هو داك الرمز اللي كيكون مكتوب في البطاقة في الخلف دياله. واحد الرمز رافيه ثلاثة الارقام رمه مهم بزاف. من بعد غادي ندير الاسم اللي في البطاقة. يعني الاسم ديالي انا. غادي نحاول اسم. ده مثلا غادي ندير مثلا خالدو تيب. ولكن نحاول ندير الاسم الشخصي. انا غادي نعطيكم دبان درعي خالدو تيب. وهناك ندير عنوان الشارع. ومن بعد مننا كندير الشقاء او الجناحي اللي كنتم غادي نديره اختياري. والرمز الباريدي. والمدينة. يعني هالثلاثة امور مهمة بزاف. الرمز الباريدي. والمدينة يعني مهمين والاسم ديالي. ولو بادي ندير هنا عنوان الشارع. داروري تواقص نديره يعني الزنقاء والحي وكده. وكندير حفظ البطاقة. يعني مني كندير حفظ البطاقة. صافي في التالي يعني يتم تسجيل المعلومات ديالي. غادي يدوذني مباشرة لاقتطاع الجزء او للمبلغ المدفوع. صافي كندير الشراء. اهو اعطاني هنا يا. انا درت ميتين درهم. هاتش حل غادي يقطع مني اليوتوب. ضريبة. يعني هاتش مني ثلاثة وثلاثين درهم. هاتش يتبقى مية وستوستين درهم. يعني هاتش هي القناة. وهاتش البطاقة الفيزا اللي استعملنا. وهنا المبلغ الاجمالي المستحق. وفي الاخير كندير شراء. يعني هاتش الامور كاملة. كنكليك الاشيراء. مباشرة تتم يعني اقتطاع الجزء من الحساب البنكي ديالي انا. وكيتم اضافة المبلغ للقناة. وكتجيك واحد رسالة للامايل ديالك اللي استعملتي في هذه العملية. بانهو تم دفع مبلغ ميتين درهم لهذه القناة. وكيطلعونك واحد مونيكوس هكذا في الشاشة. بانهو هاتش ما كنتشاهدو. تم دفع يعني عشرة دولار او لمبلغ محدد معين ما. يعني بهذه الطريقة اصدقاء كون كون انا دفعت مبلغ ديال عشرة دولار النفسي او لا مثلا بحساب ديالشي صديق ديالي مثلا او لا الاخ ديالي انا ندير هاد المعلومات الراسي نتفرج في الفيديو وندير غير حساب دياله. يعني طريقة سهلة باش اني نجمع عشرة دولار بلا ما نضرب تمارا بلا ما نتعدب لا تشي حاجة. مرما اصدقاء شكرا لمن تابعنا لاناية الفيديو. شكرا لمن وضع لايك الفيديو. والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. اشتركوا في القناة